بسم الله الرحمن الرحيم حبابي أخوات طلاب الصف الأول العدابي معكم أخوكم مستر شام فوزي مدرس اللغة الإنجليزية ومحاضر معتمد من جامعة كامبرج البريطانية نحن نتكلم على كما هو المعتد زي ما احنا عارفين نحن بنشرح اليونت بناخد الفوكاب بتاعتنا بالنوتس اللي احنا بنشرحها وبنحل عليهم بعد كما نشوف الجرامر بتاعنا وبنحل عليه ويبقى كده خلصنا الشرح بتاعنا بنبدأ بنبدأ أول حاجة في نطق الكلمات ونقول معنا أول حاجة في نطق الكلمات عندك عندك لأنهم أصلاً موجودين عندنا كقاعد أصلاً من الحروف الجر وعليك على قد ويبقى اليشارتات زي مثلاً تأخذ السلفي تأخذ الإيقوة ترى التخطأ لفريطان بالتأخذ أو البريطان كلمات واكسة. تعال بقى نبدأ في النوت اللي عندنا بتقول ايه بقى. انت عارف اصلا قبل ما نشرح النوت هو يعني ايه نوتس? احنا قلنا قبل كان النوتس هي عبارة عن انك انت عندك الكلمات اللي انت لسه اتقرئها الوقت. الكلمات دي بيكون فيها كلمتين اصلا احتمال هما نفس المعنى. يعني مسلا. احنا عندنا كلمة ينكر او يضغط. وتاب يعني ينكر او يضغط. فالتنين بنفس المعنى. ولكن اكيد 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 فيه فرق بين ينكر اللي هي كليك وينكر اللي هي تاب. فرجع بحطط له هنا. بما ان الاتنين نفس المعنى. ولربما انت ما تعرفش ام تتستخدم دي و ام تتستخدم دي فاحنا حابين نقولك في النوتس اللي هي ملاحظات على الكلمات ام تتستخدم دي و ام تتستخدم دي بما ان الاثنين نفس المعنى طيب تعال على كلمة تاب تاب معناها ينكر تمام كده محدثا صوت طيب كلك ينكر على فارة او لوحة المفاتيح تمام بعد كده اتس والاجيكتف اللي هي الصفة و والمصدر معناها انه من كذا ان يعني لو قلت اتس او اتس امبورتنت او اتس امبورتنت اي الصفة اتس هي امبورتنت الصفة تمام اتس امبورتنت او كذا كذا يعني انه من المهم انه وتقول ان انت مسلا اتس امبورتنت او بري اتس امبورتنت او تيك سيلفي هير اتس امبورتنت دو اينيثين تمام كده طيب بعد كده عندك زي السيم ده معناها ان التشابه اللي بينهم تشابه كلي هم متشابهين بالظبط ولكن يلا انه هم متشابهين بس هم متشابهين جزئيا زي ما احنا اstanden في الحصة بتاعتنا نحن عندنا عجلتين بالظبط وقافين زي بعض نفس الشركة اللي عاملاهم و نفس كل حاجة العجلتين في الزبط زي بعض وبكتوف على لئهم نفس الكلام اللي هنا هو نفس الكلام الى هنا ولكن العجلة دي هو حمرة والعجلة دي صمرة تمام كده فهمتقال العجلتين دول ولكن هما لو زي بعض بالضبط ونفس دول ونفس كل حاجة فانا هقوله هو انا هجيب لكم الاتنين دول ازاي لان هما زي سين طب انت تعرف ان دي بتاعتك او دي بتاعتك منين لهم الاتنين زي سين بالضبط زي بعض تمام بعد كده اي وان بيقولك هتركز على الصوت ولاس الحرف دي موجودة في القاعدة فانا نشرح خلينا نقول برضو بيقولك احنا بنحط اي بنحط اي قابل الاسم المفرد حضرك عالف يعني اسم مفرد يعني اسم فيش في اس يبقى اسم مفرد كلاس فيش في اس يبقى اسم مفرد واحد يقولي كلاس اخيرا اس دي اس دي في الاسم مش في اس زيادة لان شرط ان اس الجامعة هي اس زيادة على الكلمة زي كلمة دي كانت زيادة على الكلمة اسمها اس الجامعة في اي وان بيجو عبل الاسم انه هو المفرد ولكن اي بتجي عبل الاسم اللي بيبدأ بصوت ساكن بيبدأ بصوت ايه ساكن انما ان بيجي عبل الاسم اللي بيبدأ بصوت ايه متحرك زي ايه بقى الاسم المتحرك او دي الاسمت المتحرك يعني مثلا لو جيت قلت مثلا 질لا ان اليفانت عشان بلال بصوت متحارف ابل اه اه ابل فتبقى ان ابل هيتطلع حد يقول لي هو ليه قلتروه الله عشان ابل اسم مفرد اسم مفرد و اي و ان قبل الاسم مفرد اللي طب خلاص هو اسم مفرد يجيب اي قبله اي او ان طب امتى اي و امتى ان قلتروه تعبصة على كلمة ابل اولها اه 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 اولها ا ابل وöttروه ابقى ان ابل طب ابوعى نفتيك على اورنجة اه اصلي او اورنجة طب بتاع امي بص على كلمة اي ديم اه اه اي ديم تبقى ان اي ديم انكل ا ا ا انكل ا ا انكل تبقى ان ا انكل طب بتاع بقى بص على كلمة www.pinn يعني اسم مفرد اسم مفرد اول له اه اه اهه لا لك فتبقى a pin مفرد اه عربي مفرد. حط قبلها اي وان? اه حط قبلها اي وان. طيب هي اولها اه? 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 لا. فتبقى كار. بوك. مفرد اه كتاب مفرد. اولها اه? اه? ايه? لا فتبقى بوك. تعال بعدك نخش على التدريبات. ده الموضوع سهل وخفيف جدا. يقول لك هو سمول كامبيو ده. سمول كامبيو ده. ذات يوكاري ارهم. تشيلوا وتلفوا بيها عدو تروح هنا وتروح هنا وتجوا وتستعملوا. اسمها هي بقى لابتوب. المدرسين يوز ايه? هم بيستخدموا الام معينة للصبورة دي. اسمها هي بقى. اسمها ويتبورد. السبورة بنشرح عليه. بتستخدمناها الماركر. هي الام معينة ليه? مش اي الام نكتب عليه. ايه? زي ريزة ماوس. زي لابتوب. اون. زي تي تشارز ديسك. اقول لك الموس موجود. زي لابتوب. اون. زي تشارز ديسك. على اللابتوب اللي ايه? اللي على ديسك ايه? المدرس. طيب. نير ولا نيكست. نيكست لازم تبقى تو. انفرانتاز انتبقى اوف. تمام? تبقى ايه. اندرزا لابتوب. طيب. يو كان يوز. زا ايه? توقليك. اون ديفرانت ايكنز. زا كمبيوتر. تستخدم ايه عشان تتكليك على اي حاجة في الكمبيوتر. ينج بيبول. ينج بيبول. تمام? يوز ايه عشان يسمعوا موسيقى. استخدموا ايه عشان يسمعوا موسيقى. الانبس ري بلاير. تاديز فونز. دربات التليفونات. هتبقى تيك. اعطوت صورة تبقى يلطقت صورة او ياخد صورة تبقى تيك. ايه نقطة ماي موبايل وانس ادي. وينزا بادري? باتارية. از لو. تنخافة. يبقى انا عامل في ايه? اشحنها. ياشحن يعني? charge. my uncle the house is in off. هتبقى front of. يعني اماما. لسالة كهو front of. تمام كده? طيب. عمر لايكس ستن نقطة تو. تبقى ناكست تو. we put paper in the a before we use it. هتحط ايه? ورق. ورق في ايه? قبل ما تستخدمها. اكيد مش حط ورق في الموس. اكيد مش حط ورق في كيبورد. ولكن هكيد مش حط ورق البابات. تغيب حط تبقى تي في. طيب. وينزا بادري غضرر. انا عشان البادري غضرر. فهي حانو. اغلب بادري. ثان. كم الرائب هو دا. وينزا بادري? عشان البادري انا يتحارب. فاش حنو. ويكان ايه? افيديو كول. to your cousin in england you can send at the website and find some information website خش عليه هتلاقي معلومات اعمل بقى click at the website can you not me text message هتبقى can you send me text message i would like to a selfie تبقى take not the icon on your mobile phone على الموبايل تعمل بقى tab لانك click بتاعة الفارة تمام كده ماشيين طيب ابلاج is a not diary هتبقى online diary تمام زي يوز اه ايه توميك ابلاستيك ماضل بلاستيك ماضل هتبقى ايه ايه بيقول لي ايه انت انت بتستخدم عشان تعمل بلاستيك ماضل هتبقى سري دي برينتر الطبعا تمام كده وبكده نقدر نقول نحن ايه خلصنا لسن وانو تو في يونيت فور وحلينا عليه ولان الموضوع سهل جدا تعال الله بنخش على لسن كام وكام سري وفور ونبدأ ونرجع لكم تاني فيه شرح يونيت ليه طلاب الصف الاول العددي نبدأ في كراءة الكلمات ونقول فرند smile wave sunny school uniform desk dancer favorite hot guess computer studies break lunch time edge nature tree flower animal insect the sky program stay drop go outside جيد حياة حيث كل الوقت أعطي 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 طيب تعالى على النوت الحاجة البسطة جدا بتقول لك والله سبندي دي لو انت حفظتها في الكلمات فمعناها يقضي يقضي لو جي بعدها مدة زمنية فزي مثلا سيري فمعناها ان انا قضيت الثلاث ساعات بتعمل في الثلاث ساعات بذاكر حلو قوي بتذاكر دي هتبقى تستادي ولا استادي ولا استادي قال لك لا هيبقى الفعلي في اي نجي فهتبقى استادي ده جميل يعني انت لو جال في الامتحال قال لهي فاعله انت عارف ان الجملة فاعلها فاعل دايما احنا عارفين اللي تتكون من ايه الجملة يعني يقضي بقاله ساعتين بلعب كرة او بلعب بيانو هتبقى بلي ولا بلين بلين واخد بالك من دي او طيب تمام طيب بريك يعني فسحة دك نون ويعني اكثر دكا بيرب طيب بريك دي معناه ايه دي معناه فرام اليد طيب تمام تعالى نحل على التدريبة ده الموضوع بسيط جدا بقول لك بعض الناس لما بتجي تقول هالو بتقوم عاملة كده فده معناه يلوح بياده فتبقى ويفين ايه انت كطالب تلبس ايه عشان تخش من مدرسة البس اليونيفور منازل على طول حقا بنامج اسمه انيمال ورولد يعني حا عالم الحيوان على التيفي بيكل يوم الساعة تمانية بالليل دي معلمان لكل النس بقى اهو ارفع اليك يعني put up يعني يرفع put up يعلو أو يرفع put your hands up put your hands up first when you wanted to ask a question supply to put your hand up first when you want to ask a question طيب هتبقى لان ما ينفعش يختار لان بتيجي مع الاسم انه المفرد هنالسه قائلين بتيجي مع الاسم انه المفرد يعني ما فيش في اس حالو وما ينفعش يجي درانك عشان درانك ده التصريف التاني وهو لازم يكون اسم وما ينفعش درينك يجي درينك I love like watching the trees, animals, flowers and bears دائبة محب شوف الاشجار وانه بحثت بالحيوانات وبشوف ايه the natural I eat my sandwich اات بقى اكل السانوش بتاع فين هتبقى فيه المنشي طيب بعد كده بنكمل ونقول rats rabbits bats not in six rabbits يعني لا راني rats rabbits والبات دول مش حشرات ده دول حيوانات فتبقى animals تمام بعد كده سوها isn't making a but she's talking to her friends هه isn't making a video call تمام اوه video call طيب all of us loves a smell of كلنا منحب ريحة ايه هه flowers اكد مش ريحة الارضية اكد مش ريحة الدي اكد مش كده سوها is talking her friends هتبقى ايه talking two تمام طيب she's looking at websites and she wants to not a cake هتبقى make a cake يا عمي كيك هتبقى make a cake طيب بعد كده خلصنا نحل عليسون كام وكام خلصنا نحل عليسون سري فور نخش عليسون كام وكام 5 و 6 ده مصدر ده انت الموضوع بقى سهل معنا جدا يلا بس نخش عليسون كام وكام 5 و 6 ونبدأ نشرح في ليسون 5 و 6 ليونت فور لطلاب الصف الاول العدد نبدأ زي ما احنا عارفين بنكراي الكلمات وبنقول password keep personal telephone number tea bag advice turn on instructions boil add popular someone people information keep kept kept till told told think thought تعالا نحل علي it's with صفة with safe online stay award or numbers هي كلمة يا اركاء انا ما عرفش انت بتستخدمها عشان تخش على الموقع يبقى اسمها اسمها password don't tell anyone اوعى تقول لها يحد على المعلومات الشخصية فتبقى personal information لسه حافظة في الكلمة زي التلفون is ringing please رد بقى answer it don't don't friends with people don't know online انت ايه هاتبقى don't ايه make friends it's important to keep your a secret احتفظ يابني بك سر على النت ايه بقى اللي هتفظت بك سر على النت الاسبارت بتاعك مرشت مش تقوله كل الناس تمام طيب بعد كده if you have a problem لو عندك مشكلة you can not for help هتطلب المساعدة يطلب يعني ايه ask for help is something that you don't want to tell people حاجة انت مش عايز تقولها للناس ايبه هي ايه secret if you are worried لو انت الان not something about something عن حاجة till a parent or a teacher يتقول ابوكمك يتقول المدرس بتاعك I use the electric ايه عشان اعمل كباية شاي كده صح؟ اه كده write some not for how to make a cup of tea اقرى المعلومات اللي انت ازاي تعمل كباية شاي فتبقى instructions لو انت واخد بالك ان كل ده جت في امتحنت قبل كده طيب football is the most popular sport ماذا كده الفوتبول بشبوري يعني you have to not water to make tea عشان تعمل شاي تغلي المي يعني boil تمام to make a video call on your tablet بتبقى tab اضغط على tablet تمام كده وبكده نقدر ان احنا خلصنا جزء الكلمات وال notes وحلينا عليهم عندك هنا 14 سؤال 15 سؤال 20 يعني حلينا 50 سؤال على listen one two three four five six في unit four نقصنا بس القعدة البسيطة جدا بتاعتنا بتاعت unit four ونحل عليها وهقول لك خلاص خلاص نايلة four ونزبط طيب تعال نبدأ بقى ونقول القعدة بتتكلم عن ايه بص يا عم تعال نخش هناك في صفحتنا الجميلة ده ونقول القعدة بتتكلم عن ايه اول حاجة ايه القعدة بتتكلم عن كلمة يوجد تلبس معايا واحدة واحدة قلت له يوجد قال لي اهه قلت له والله يوجد زير يوجد ايه زير قلت له زير ده ايه زير ده ايه الليه تي اتش اي ار ايه مش زير ده ايه ما تفضحناش والنبي اهو زير دي غلط دي غلط امسح عشان ملناش في الغط قلت له والله زير ده ايه بقى يا زيرز يا زرار قال لي ماشي قلت له والله زيرز بتيجي مع الاسم المفرد وزرار بتيجي مع الاسم الجامع قال لي يعني ايه مفرد ويعني ايه جامع قلت له المفرد ايه الاسم العادي جدا اللي مفيش في اي حاجة ومفرد اعرف اقول منه واحد بس الاسم الجامع اللي في اس وده جامع منتظم في اخر اس والله الاسم لو في اخر اس حط ار فيش في اس حط ايه از قال لي يعني دايما از و ار قلت له لا مهم ممكن تبقى من فيه ممكن تبقى من فيه اعمال ليه طبعا ان فيها له والنب قلت له زير قال لا لا زير تاني قلت له ايوة تاني از انت او ار انت امتى از انت مع الاسم المفرد امتى ار انت مع الاسم الجامع اعرف ازاي ان هو مفرد مفيش في اي حاج اعرف ازاي ان هو جامع في اخر اس ده العملية عبطة او قال لي فحب افرد بقى افرد بقى جالي السؤال ده هاي اللي بقى يا معل قال لي there not a mobile phone قلت له ايه و ده السؤالة عبطة ده جميل قال لي بقول لك ايه ديني الاختيارات قلت له ايه isn't or or امتى امتى قلت له والله موبايل فون ده موبايل فون واحد مش جامع فيبقى الاسم ده اسم ايه مفرد يبقى is او isn't يعني دي غلط و دي غلط قال لي انت العين وقف بقى عندك is or isn't قلت له والله is تنفع قال لي مال اعمل ايه بقى ام قيل لي لو عندك any يعني ايه انا وحطت اني any mobile phone قال لك لو عندك any اعرف ان انت في النافي او للنافي احط any طب مافيش any يبقى مافيش نافي طب هنا في ايه امتى حطت اذن أنت عشان mobile phone اسم ايه مفرد امتى حطت اذن طب جينا يا بشا قولنا لا ده ما فيش إني يا جماع ما فيش إني الكلمة عادية خالصة موبايل فون عادية مفش إني يبقى إز يبقى إنت اختار النافي إزين تو أرينت مع إني طب ما فيش إزين تو أرينت في مثلا سام سام يبقى مزبط سام مزبط إني من في سام مزبط إني من في قال لي طب أفرد جالي علامة استفاء قلت له هبقى في السؤال ما معروف انت بتتكلم في كلام غريب او علامة الاستفاء ابقى في السؤال اعمل ايه بقى قال لي اعمل الصح او شألابة شألابة يعني اعمل ايه بدل ما كنت بتقول زرز تبا از زير بشرط بشرط ان الاسم اللي هنا اهو مفرط فده ما كنت بتقول زرار تبا او زير بشرط ان الاسم اللي هنا اهو يكون جامعه في اس طب افرده مستر جالي ايني في السؤال ايني في السؤال بعلامة الثفاء احط از انت وار انت هتسأل بسؤال من في ازاي ازاي هقول از انت زر يعني ايه يعني راح اسأل راح تقوله هو مش مش عندك ازاي ازاي راح اسأل سؤال من في استحال انفي استحال انفي السؤال هو دايما اس ودايما ار انما لو جملة فيها نقطة ما فيش مش سؤال وفي ايني انفي عادي از انتو ار حسب الاسم مفرد او جامع مفيش ايني يبقى اس وار حسب الاسم مفرد او ايه او جامع القاعدة دي ده تمام تمام تعالي الله ايه نحل عليه تعالي الله نبدأ نحل على قاعدة زرز بزرار احنا لسا مخلصنا الوقت بولك ازاي راح امبس ريبلير فقلتروا والله امبس ريبلير ده اسم مفرد عشي كده حطي از وحطي زير فتبقى ازاي راح تبقى امبس ريبلير اه صحي كده طب ار زير تابلتس قلتروا والله تابلتس اسم جامع وفي اس وراجل حطي ار وحطي زير فتبقى سام تابلتس طب ليه مستر محطش ايه يانا تابلتس اسم جامع و ايه لازم اسم يكون مفرد ايني برينترز يلا انفي بسرعة تنفي ايه وفي سؤال وبرينترز فيها اس فتبقى جامع تبقى زير ارامستر زير ار فين زير ايه زير ارامستر يلا ده سؤال السؤال تشقلب هتبقى ار زير تمام طيب اماوس ماوس مفرد ولا جامع ماوس مفرد از ولا ار از وزير لشقلب توم عشان سؤال اختار يلا از زير ارامستر عطول مش محتاجة بقى طيب ايه اللي بتسأل بيه ايه زير هتبقى ايه بردو بس عشان نور تبقى ايه زير زير نات بوكس اسم جامع احط قرعة طولها مصر جدع بس في ايه ايني ايني بتجي مين للنافي تبقى ارينت فين ارينت ايه يلا زير او ويت بورد ويت بورد فيها اس لا تبقى تبقى مفرد في ايني لا تبقى مثبتة تبقى ايز جوس مفرد هتبقى ايز طب ما هتنفع ايز انتها مصر بس في ايني لا تبقى ايز صح مش ايز انت زير ايني تبقى نافي تبقى جامعة هات الجامع ان في الجامع ار ان في تبقى ارينت تمام طيب طبعا كل اللي جاي ده بقى على القاعدة اللي هي التانية اللي هي قاعدة المضارع المستمر تعالى نخش على المضارع مستمر نشرحه بعد كده نرجع نحل على ايه على الوضع اللي هو الاسئلة بتاعته خلاص زير از وزرار نبدأ نشرح زمن المضارع المستمر لو برضه موجود معناه فينة فوق هنشرحه ونرجع نحل ايه عليه ولكن احنا خلاص كده خلصنا قاعدة ايه قاعدة زير از وزرار وتنفي لما تشوف ايني فتبقى زير از وزرار حسب المفرد والجامع فشوف تعال انت استفهام فتشاغل الزير وار زير بقى المفرد مع الجامع تعالى بقى على المضارع المستمر اللي هو البرزينت برغريسيب اور برزينت كانتينوس بص يا عمي الجملة بتتكون من ايه يا سؤالت سألنا خمسمائة مرة فاعل وفاعل ومفعول صح كده تمام فاعل وفاعل ومفعول الفاعل عبارة عن اسم ولد او اسم بنت او ضمائر والضمائر عددها سبعة الجاي في السابت اللي ما بتغيرش المفعول عبارة عن جماد او غير عاقل او ضمائر برضو ما بتغيرش اتبقى معي مين الفاعل الفاعل بجيبه من اسم الزمن كانتينوس يعني مستمر وانا ابن كده لو تفتكر قلت لك ان اي زمن مستمر الفاعل في اي ان جي اي مستمر اي ان جي ماضي مستمر اي ان جي مدارع مستمر اي ان جي استقبل مستمر اي ان جي بطيخة مستمرة حطي البطيخة حطي جنب اي ان جي طيب الاي ان جي بتعبر عن ان انت مستمر لسه ما عبرتش عن ان انت مدارع مدارع بقى احط ايه احط ام واحط از واحط ار ام واز وايه وار ام واز وايه وار طلع معايا الاتنين ده او طلع معايا كل بص كده بص نعمل ايه تكوين فاعل فاعل مفعول فاعل ومفعول تمام المدارع المستمر مستمر دي يعني اي ان جي ومدارع يعني ام واز واق او طلع تعال امتى اعرف ان الجملة اللي قدامي في المدارع المستمر او امتى اعرف ان في المدارع المستمر هو قولي كده يعني ايه مستمر يعني الفعل في وين جي ويعني امو دارع يعني امو از وار يعني انا امتى اختار يا مصطر الحاجات ديت وان بتاخد ايه صحيحان بتاخد ايه تعال بس نمسح دي نمسح دي ونقول احنا لسه حباى ان بتاخد ايه اي اي اس بتاخد ايه هي وشي وات وار بتاخد ويه ويه وزيه دول كم ضمير واحد وده ربع وده سائل سبع واما سبع امتى بقى اختر ام و ازور و الفعلي في اين جي لما يكن في المدارع المستمر طب انا اعرف مينه في المدارع المستمر ما هو يا حبيب المدارع المستمر انا مدلعه وبقول له يا دلوقتي عشان هو بيعبر عن حاجة او حاجة بتحصل دلوقتي حاجة بتحصل امتى دلوقتي تمام طيب هي الحاجة اللي بتحصل دلوقتي ليه هكلمة كلمات دل لا اكيد مو هادلوقتي يعني ايه ناو وقتن و اتزا مومنت و اتزا بريزانت و اتزا بريزانت و اتن وتوديي هفهمك انا كل حاجة الوقت وتونايت ولوك يعني انظر ولسن اسمع بص بقى عشان ما تشغيتش بالك ناوي يعني الان يعني دلوقتي يبقى انا مضارع مستمر ام وازواره الفعل في اي نجي قد زمونت يعني في اللحظة دي اللحظة دي نفها دا يبقى انا دلوقتي ملي كان اسمه دلوقتي المضارع مستمر ام وازوع طب انا جيته اخطار ام وازوع ادزة برضنت يعني في الحاضر الي احنا فيه دلوقتي ادزة بريزنت ا beamote thnt oudy احنا مضارع مستمر مضارع مستمر اي نجي جه ام وازوع تمام توداي يعني النهار ده والوقتي تنايت يعني الليلة ده هي يعني الوقتي لك انظر قاعد مع واحد قاعد مع صاحبه على ايو مشين وماله بص ياستا بص كده فبص بص امتى دلوقتي قاعد ANA واي واحد صاحب فيقول له اسمع هيسمع اسمع الوقتي يبقى كل ده يعبر عن دلوقتي يبقى أنا في المدرع المستمر لأن المطارع المستمر هو اللي دلعو دلوقتي يبقى أنا أم وإيه سؤال والفعل فيه ING تمام أمان لو أنا شفت العلامة ده أبقى أنا فين أبقى أنا في السؤال واستل إن الفعل فيه ING أبقى أنا في السؤال في المستمر أقوم عامل شقلبة فبدل ما كنت بقول هي إز هقول إز هي بدل ما بقول we are or we اللي بتسأل بي بتنفي بي فإز هتبقى isn't وار هتبقى aren't واستل إن الفعل لازم يكون فيه ING عشان هو مستمر وإز وار يبقى مضارع بيطلع مضارع مستمر إز بقى بتاخد إيه بتاخد المفرد وار بتاخد إيه بتاخد الجامعة عبيد درس عبيد والله مستمر الشرح حاجة والحل حاجة إنت بتشرح وإحنا بنفع إحنا ما نفهمش إحنا ما نفهمش إحنا بنفع بس حطني بقى كده قدام الامتحان بيزيت لإمتحان بتاعك إمتحان بتاعك يا أخي ده ما بتحلش حطني بقى قدام الامتحان كده لسه إيه لك ام وإز وار بيجي بعدهم الفعل فيه فتبقى ناو ناو يعني دلوقتي من الزمن اللي دلعوا دلوقتي دلوقتي والله لسه يروح لوقتي حال ها المدرع عن مستمر مستمر يعني الفعل فيه ING أهي وقاموا إز وار فان يترى اختر إيه إز يقال الفعل في ING ها وإز ده هاي عشان شيء مفرد طيب أتزا مومنت يعني اللحظة ده هاي يبقى أنا مدرع مستمر يبقى اخترت الفعل في ING وقابلوا أهي آم هاي أتزا مومنت يبقى أنا في اللحظة ده هاي استودينس الطلبة جامع هتبقى are listening تمام what book now وسؤال يبقى عمل شقلبة في المدرع المستمر book هتبقى you are reading ولا are you reading هي هي أصلا am و is you are لا ده كده مش أقلتش لا تبقى are you تبقى ديلي صح تمام طيب as the moment يبقى أنا في اللحظة ده هاي يبقى أنا دلوقتي يبقى أنا مدرع مستمر يبقى الفعل في ING وزي جامع بتاخد are نو يعني دلوقتي يعني مدرع مستمر يعني الفعل في ING طيب ما هو هاني مفرد ولا جامع مفرد تاخد isn't are the students in your class are you are you I يبقى الفعل في ING working the R making look بص كده العيال بيشوته الكورة فتبقى is الولا بيشوته الكورة زبون تمام عشان look يعني ننظر دلوقتي يبقى أنت دلوقتي يبقى أنت مدرع مستمر يبقى الفعل في ING مع مستر قبله AMO, IS, OR مع إزة هي وحطاه في السؤال what at the moment at the moment يعني اللحظة ده هي يبقى الفعل في ING طيب ما الفعل في ING هو دل راجل بقى بش حط لك الفعل حط لك انت هتعمل إيه بيش دا عم تستفهم ابقى أنا في السؤال أعمل شقلبة صح يعني AMO, IS, OR هتتشقلبة تبقى في الأول تبقى is he there is is cheese هتبقى there is some طيب بعد كده طبعا ايه طيب تعال هنا there aren't a charger there charger ده هي شاحن مفرد ولا جامل مفرد مفرد أخد aren't لا تبقى isn't طب هل هي فيه هنا نافي هل فيه إني لا تبقى is there is a charger there is a charger are there some mobile phones some mobile هتبقى are there any mobile مواصم تبقى اين طب is there any computers computers يالا جامع هتبقى are تمام طيب are والإقاب is لا طبعا there is balls هتبقى are عب عليك there aren't some computers some computers some computers على فكرة جامع فار صح aren't صح بس some تبقى are aren't as a moment يعني دلوقتي يبقى مضارع مستمر يبقى الفعل فيه ing وقبله am و is و are تبقى you are are writing اوعتين سام و is و are اوعتين سام و is و are اوعتين سام و is و are اهو اللهم بلغت خلصنا حتة صغيرة كمان معايا معلش استحمل بقولك افتح الباب افتح الشباك نام بادري كل كويس عايز ولا بالانجليزي عايز اقول نام بادري بالانجليزي اهو تبقى sleep sleep early صح كده sleep early طب عايز اقول كل كويس eat carefully or eat healthy food كل اكل صحي تمام عايز اقول خد الدواء take a medicine عايز اقول ذكر study forward عايز اقول صلي pray for long تمام طيب عايز اقول الحقيقة دي كلها خلاص قلتها حطيت بقى هنا take و study و pray و eat و sleep كله فعل في التصريف الكام التصريف الاول طب عايز بقى اقول لا ما تنامش بادري نام يا لام اتأخر براحتك تبقى don't sleep early طب لا ما تقولش يا لاجل صح don't eat healthy food تاخدش يا عم الدواء سيبك don't take medicine ما تذكرش كويس تبقى don't study hard ما لا اكيد مش اقولنا مش هنعفني دي تمام كده مش هنعفني اقول لا ما تصديش يعني احرام حتى علي هذه القاعدة عايز اقولك ان صيغة الامر صيغة الامر تحط في الاول فعل في المصدر طب عايز اقولك لا ما تعملش كده احط don't وبعدها فعل في المصدر دي قاعدة علينا اولا افتح شباك open the window نام بادري sleep early صحاب قدري get up early استحم take a shower call eat اشرب drink study study شوف التلفزيون watch tv هايجي في الانتحان يقولك watch 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 sleep sleep eat 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 don't doesn't didn't haven't eat تعال نشوف نحل على كده ونشوف الدنيا فعي تعال يلا نشوف القاعدة بتقولي احنا بنشرح الامر الجملة بتبدأ بايه بالمصدر او الجملة بتبدأ بالمصدر طب ون فيها بايه بتونتو المصدر تعال يوم خلاص تنشعر خلاص make friends with people you don't know ما تعرفهمش تبقى don't هنا احط ايه الفعل في اول الجملة في المصدر لانه فعل امر لان انا اصلا الجملة عندي في الانجليزي فاعل فاعل مفعول صح؟ طب الجملة الامرية فعل فاعل مفعول تبقى الفعل في المصدر ask هاي اختار ايه فعل في المصدر يلا send هاي في المصدر تبقى ايه turn هاي هنا في المصدر ايه او اشوف الليجابات من فيه تبقى ايه don't هاي تبقى don't don't او don't go out now هاي wait here علي وكما هو put هاي doesn't doesn't ولا ايه لا don't طيب هاني said ولا say هتبقى say هتبقى say هاي دي don't ودي say طبام tell people your password قول للناس الباسورد بتاعك لا المفروض ما تقولهمش هتبقى don't tell first putin وبكده نقدر نقول ان احنا بفضل الله والحمد لله قدرنا نخلص unit 4 لكل طلاب الصف الاول الى عدادي كان معكم اخوكم مستر شان فوزي مدرس اللغة الانجليزية ومحاضر معتمد من جامعة كامبرج البريطانية أسكى الله you reach or achieve all goals أسكى الله to help your dreams and Allah beside you in everything see you soon in the next video inshaAllah to speak about unit 5 and see you soon we'll see you soon